موسيقى أهلا بكم إلى كلام بيروت استحقاقات حساسة يفتح عليها الأسبوع المقبل على شتى المستويات الاقتصادية الاجتماعية المعيشية والأمنية وهي استحقاقات كانت مساء أمس محل بحث في عين التيني بين الرئيس النبيه بري والرئيس سعد الحريري ضيفي اليوم في هذه الحلقة مستشار رئيس مجلس النواب الأستاذ علي حمدان صباح الخير أستاذ علي أهلا وسهلا بك يعني توقيت مناسب جدا لتضعنا بأجواء اللقائية اللي انعقد بالأمس أي من الاستحقاقات كانت متقدمة؟ يعني حقيقة الأمر هو أن احنا قدمين على جلسة تشريعية وخاصة أنه أنجز قانون الانتخاب وحصل اجتماع بعبدة اللقاء اللي دعا لقل وفخامة رئيس الجمهورية وهناك نوع من عنوين وضعت كخطة إذا فينا نسميها خطة عمل والحكومة بدأت تبلج فيها وإذا بدنا نقول الفريق الإنقاذي يعني اليوم كل هالفريق ما بدنا نقول أنه الكتل اللي مشاركة بالحكومة فيه الكتل كل التشكيل بدنا نسميها هذا فريق إنقاذي لأنه اليوم أمامهم مسؤوليات كبيرة كبيرة بالبلد بقى من الطبيعة أنه مبارح الرئيس الحريري كان طالب زيارة الرئيس بره وتحدد الموعد خاصة أنه دولتهم حد جلسة قريبة صارت الأسبوع الجي وكمان الرئيس الحريري على سفر مفروض أنه جدوى الأعمال حافل وفي قدامه استحقان المجلس عم ما يناقش الموازنة وأرقامها وكذلك الأمر سلسلة الرتب اللي هو المطلب التاريخي يلي عم تقضيها السلسلة بين الحكومة بتنبعث على المجلس وترجع بتاخدها وترجع بتنشاب يلي هو حق واللي وضع الرئيس بره يعني نصب عينيه موضوع السلسلة بالضبط هو يعني مترقص جدول الأعمال أول بند بجدول الأعمال خاصة البند الأول كان قانون الانتخاب بعد إقرار قانون الانتخاب في وصل دور السلسلة والموازنة شارفة على الانتهاء من النقاش يعني هول حالهم إذا بديك تاخده هالاستحاقين الموازنة والسلسلة طبعا فيه مشاريع تانية فيه على جدول الأعمال لكن هول عنوانين أساسيين بحاجة لإلون الدولة مجتمعة المجلس النيابي والحكومة اليوم لعودة اكتساب الثقة من الشعب لأنه الناس اليوم بدون يشوفوا هيدا الإنقاذ بهول العنوانين بشكل أساسي العنوان الأمنة هو قائم ولبنان نشكر الله بيتمتع بجهود القوات المسلحة تبعيته على رأس الجيش اللبناني بنسبة أمن عالي جدا وأستقرار منذ فترة تفتقد إلو الدول الأوروبية وكل دول الجوار يعني كل يوم عما نشهد محطة جديدة ونجاح جديد ونحن دايما منعبر عن هيدا الدعم ومندعي لهم أنه كمان الله يحفظهم لأنه هناك مخاطر كبيرة دايما وهاي شغلة يعني كمحور الأمنة كتير مهم ويسجل استقرار لكن إذا بيبقى لحاله بدون تقدم عمل إنجاز الدولي كمان بيكون صار نوع من الاستقرار السلبي مطلوب اليوم أنه نرجع للزيارة والسؤال اللي طرحته هو لضبط الإيقاع ما بين الحكومة والمجلس والكتلة البرلمانية ويلي هي معظم الكتلة المشاركة بالحكومة مثل ما تفضلت وقلت يعني العنوين كلها تتزاحم يعني من بس أي عنوان يسبق الآخر بس رح نبدأ بما أنه موضوع سلسلة الرتب والرواتب هو بهم وبقلب الرئيس نبيه ذري وشغل كل اهتمامه تقريبا سنبدأ بهذا العنوان من خلال كاريكاتور النهار أرمى حمسة بجريدة النهار اليوم رسم لبناني عمل صورة أشعة على وجع ظهره وشايف السلسلة وقد بدت خرازاتها ملتوية وكتب عليها وعود 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 مثل الأغنية الشهيرة بارولي هذه الوعود اليوم أستاذ علي خلاص إن شاء الله نحن على مشارف ترجمتها لحقوق وبالمناسبة أستاذ أرمام نحب نوجه له هلأ فرصة تحية لأنه عم يبرع باختصار الصورة والمشهد طيب على وشك تحويله إلى حقيقة ولكن اليوم جريدة الجمهورية قالت إنه إذا أتت هذه الوعود أو هذه السلسلة على يعني إذا أجت غير مدروسة ممكن تصير نأمة ولعنة بدل أن تكون نعمة وبدل ما تفتح باب الانفراج تفتح باب الانفجار الاجتماعي والتضخم هل تأمنت كل الموارد والأموال اللازمة لإقرار السلسلة؟ شوفي خلينا نكون واضحين هولي الاستحاقين الموازنة اللي صار 12 سنة مثلا غايبة عن البرلمان وإلها هيدا إلو مضامين وإلو معاني وسلسل في الرتب والرواتب ياللي كمان صارها سنين ما بين الشارع والحكومة والبرلمان ما عما نحن نكرر الكلام بشكل إنشائي صحيح هو استحقاق ضخم واستحقاق مضى سنوات لبل أكثر من عقدان يمكن ما في تصحيح أزا منا نقول ممكن يكونوا عقدان ياللي ما في تصحيح وياللي عادة الدول بتكون معتمدة مؤشر اقتصادي وهيدا المؤشر على أساسه بتمشي واليوم الموظف اللي بسواء بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص بيكون عارف حاله إنه خلال هالسنوات العمل في عنده سلم سلسلة بده يتبعها وهيدي بتحسن له وبكون رابط حياته ومستقبله وولاده بهالتقدم هيدا اللي عما يعمله من هون نحن عارفين حجم المسئولية ومنعرف شو هي المسئوليات والأرقام ياللي هي متركبة على كلمة سلسلة ولكن هي ما صره يوم واثنين والدرس لإله ما صره يوم واثنين من أجل ذلك السؤال أنه اليوم شو اللي جد مش شو اللي جد لأنه في وضع بيت لا يحتمل يعني اليوم نحن الوضع الاقتصادي فيه شك بتعدي مع رجال الاقتصاد وتعدي مع الاقتصاديين ورجال الأعمال والجمعيات وغرف التجارة بيشكولك مظبوط لأنه فيه ركود بالبلد ياللي هو ناجم كمان كلنا بنعرف أنه نحن صرنا عدم استقرار سبع سنين ماشيين بانخفاض جوة وأرضي بالمنطقة يعني فيه اهتزاز كبير يضرب المنطقة هيدا الزلزال ولبنان محكوم بالارتدادات تبعيته أكتر من هيك أنه نحن كمان صرنا من الالفان وخمسة بعدم استقرار داخلي طيب بس هؤلاء وعم ننقل من تسوية لتسوية من تسوية لتسوية يعني عم نحاول نشغل على القطعة حياتنا السياسية هيدا مظبوط صحيح هيدا الانكماش خطر كتير ولكن اليوم أنت شو بتعمله ما أنت بدك تحفظه في عندك هدف أن تحفظ الدولة وتحفظ مؤسساتها هيدا هدف جليل كل العالم وفق عليه حتى أصحاب مطالب السلسلة كمان ما بهمون الدولة تنهار نعم ولكن الهيئات بعدها لليوم عم بتطلق الصرخة من أنه ما في يعني رح يكون في كارثة بإذا أقرت مثل ما هي بتصور كمان هيدا في نوع من المبالغة يلي أفضل وسائل الدفاع الهجوم لأنه كمان النقابات العملية كمان هي عما ترفع الصرخة وكمان عملي خطة هجومية بديلة بالمقابل كمان أمام المؤسسات الأخرى ولكن اليوم الدولي شو ما سويتها يعني الممكن لابد من أن تقدم عليه بات اليوم حتمة أن تقدم الدولة فيه أمور ممكن تتأسط فيه أمور ممكن تتأجل ولكن ما فيك يعني لتحفظي هيدا الاستقرار ولتعطي المصدقية من الدولة كرعايتها لشعبها ولعائلتها الكبيرة كمان عندها مسؤوليات بدأت تقوم فيها مش لأنه قربت الانتخابات التشريعية استاذ علي ومن مصلحة الجميع اليوم أن تعطى هذه السلسلة هلأ اليوم الزرف مختلف جدا لا 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 مما لشك فيه طب أوكي هذا مطلب شعبة بس الكل عم يربح منه إذا عملوه يعني أفضل لإلهم فإذن أنه يداركوا الأمر ويعملوه بعدين اليوم نحنا في قانون أوانين ضريبية يعني كانت أكتر من صيغة ضريبية من صيغة ضريبية كانت عما تناقش بالمجلس النيابي والبحث جاري ما بين كل الكتل النيابية ليه يوجدوا مصادر ما تأثر بهيد الدرجة السلبية يلي فيه خوف منها من أنه نحنا نواجه ما تواجهه دول أخرى بالمنطقة أقرب شيء لأن اليونان مثلا أكيد ما حدا بد يروح على هيدا الخيار ولكن كمان نحنا ما فينا نترب بيظل هيدا الوضع نحنا واللي ضاغت اجتماعيا واكتصاديا على الناس أنه نحنا نتفن رأسنا بالطراب ونقول أنه والله لا الوضع بيقدر يستمر أكتر منه طيب وقت اللي بتقول جريدة اللواء اليوم أنه المفاوضات قطعت شوط بين 60 و 75 بالمئة الثلاثين بالمئة المتبقية هي حول إذا 75 يعني 25 بالمئة قال لي هون يعني حتى ندعي للتفاقل أكتر أنا أخطت الستين أربعين كمان هي حول حقوق المتقاعدين يلي بتقول جريدة الأخبار أنه المستقبل والقوات اليوم يعني بالشكل أو بآخر معتردين عليها خلينا ننظر ما نفوض بالتفاصيل لأنه ساعتها رح نغرق معك بالحلقة بأشياء تقنية وهلأ ممكن تتوفر بيني وبينك ولكن نحن منها نحكي بالمبدأ العام بالمبدأ العام يعني حتى حقوق المتقاعدين فيه اقتراحات أنه هايدي شغلة تقر وتقصت لأنه متقاعد ولكن حقوقه حفزت نعم وهذا شي ضروري يعني ما عم نقول نحن ما عم نستثني حدا مطلوب أنه نمارس إما يعني ظلمهم في السوية أو عدلهم في الرعية بدك تعملي لحد الأدنى من العدالة وإذا كان فيه حقوق ناقصة لازم العالم تتفهم كمان أنه اليوم هايدي الإمكانيات تبع الدولة بس لا الدولة فيها تقعد متجاهلة هذه الحقوق ولا كمان الأصحاب الحركة المطلبية أو أصحابها المطلب المحق كمان بدون يقولوا للدولة أنه نحن اليوم بهيدا الاستحاق ما ننهدك لأنه ما فيه مكسب لإلهم نحن هيدا يعني هل معادلة لازم تضل بعين الاعتبار يعني بدون يتم التوصل إلى معادلة ترد الجميع أو إذا أغضبتهم بنفس القدر بالضبط ما فيه مهرة يبدون يربحوا الكل يبدون تكون خسائر الكل محدودة طيب وقت اللي بتقول الأخبار يعمل الرئيس بري على فصل السلسلة عن الموازنة مقابل اعتبار القوات والمستقبل والتيالوطني الحر أنه سلسلة الجزء لا يتجزأ من الموازنة شو المخرج لتلاقي لهذا الموضوع أحيلة السلسلة مستقلة عن الموازنة المجلس هلأ سيد نفسه بدون يضموها فيهن يضموها ولكن هكذا وردت يعني هي مقصولة وبالنهاية منهم أمرين منفصلين لأنه هنه منهم بدوا يجي تمويل السلسلة من الموازنة بدوا يرسد يعني بالضبط أنه هيدا إن عملت بأنون لحالة وبعدها مستقبلا بدها تصير مضمومة بقلب الموازنة ما فيه مهرب يعني ما فيه تمويل آخر وانتهى البحث بموضوع يعني ذللت العقبات وما يعني شو المخرج كمان لمسألة قطع الحساب أستاذ علي هن ذات هون الكتاة الموجودة بالحكومة يعني ما فيه على الكتاة ما هن موجودين والمكان بالضوط يعني ما فيك تكوني أنت بالحكومة هم تطلب شيء وكتلتك هي ذاتها لموزرتك بس تصير على المجلس الميابي بدأت تطلب مطلب آخر كمان بدنا نكون شوي هون يعني بمنطق سياسي موحد كنت عم تتفضل تسأله بقصة قطع الحساب التقى لأله مخرج هل صحيح أنه بده يعلق العمل فيه لفترة محددة يعني يعني بكل أسف اللبنانية بيفوتوا على الدبو وبيفتحوا وبيشيروا صندوق من صندوق المشاكل وبيحكوا عنه وكأنه جديد لا وكأنه له غرض تاني بالضبط هيدا هالمشكل موجود قائم واليوم وزارة المالية ومعالي وزير المالية عم يشتغل وفيه فريق أنا بستغرب يعني أنا برأيي أنه معالي لازم يعطي الضوء الأخضر ويفتح البردية ويكشفوا للضوء لهيدا العمل اللي عم يشتغله مين تيار الوطن الحار؟ لا 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 وزارة المالية لا أنه عم تقول فيه فريق لا في فريق هو عامل فريق داخلي بالوزارة عم يتابع الحسابات يلي قطع الحساب شو هو أنه أنت توصلي على الحساب يا سفر يا بعجز يا بربح هذا قطع الحساب لأنه أنا يعني هو نفهم بهالفترة أنه فريق التيار الوطني الحر هو اللي أعاد فتحها الصندوق وزارة المالية مع حركة أمل مش مع التيار الوطني الحر للمعلومات لكن عم ما نقول للوزير عامل فريق عمل نعم ضخم وعم يشتغل شغل كتير جبار ومن ضمن أظن 12 حساب صاروا مسكرين 9 حسابات على أي أساس؟ وثائق بالملايين يعني مفروض أنه هيدا بده يسمح لنا مش عم نكشف له أسرار ولكن الوثائق هي بالملايين يلي عم تدقق ليه أنه يوصل اليوم عم تحكي الجرائد عن تقرير ب36 ألف صفحة نعم يعني مجلدات يقع في مجلد من 36 ألف صفحة فولزكاب مدمجة على قرص سيرفعه قريبا وزير المال إلى الحكومة بالظلط هيدا معناتها فيه شغل وهيدا بيصير متل ما كان فيه سابقا أنه إما بأنون الموازنة بيقر أنه تتعهد الحكومة ووزارة المالية بتقديم قطع الحساب بخلال فترة كذا أو مع الموازنة التانية يعني هاي شغلة بتقر تعليق الدستور اليوم الدستير هي إلى قدسية كتير كبيرة يعني حد تكمنك مع هذا المخرج أنه يتعلق العمل فيه أنا هلأ من مطروح قدامي على التصويت بس أنا طالما فيه سابقة وكانت عما تصير الأمور هيك ليش اليوم نحنا عما نفوت على اقتراح تاني باستسهال لعملية تعليق الدستور لأنه مش أول مرة يطوع الدستور مش أول مرة بتلتقى دايماً مخارج لهالخلافات بموجب الدستور خارج الدستور بس أنه لمرة واحدة لمرة واحدة لا لا بأنون اليوم الأنون فيك بس ما فيك كل شوي أنت تاخد الدستور بتقولي أنا بدي أعلق الدستور هالمادة كرميل هالقصة إذا أنت بدي تشوفي هاي مخالفة طيب العدم تصديق الموازنة إذا الحكومة ما بعثت الموازنة قبل شهر تشتريين للمجلس معناتها في تاريخ محدد لازم الموازنة تورد للمجلس إذا ما وردت كمان هاي دي مخالفة مخالفة دستورية الأكتر من هيك إذا المجلس النيابي لما بيبلش يناقش الموازنة مفروض أنه ما بقى يناقش تاني لا يخلص الموازنة وما بيشرعه إذا ما كان مخلص الموازنة بيتعطل المجلس طيب ليش ما نحنا صارنا فترة البلد 12 سنة بدون موازنة بما أنه أصلا كل الملفات مثل وكأن مرتبطة ببعضها البعض اليوم هي معيد بالديار بتقول الموازنة والسلسلة مقابل فتح الحساب وقالية التعينات يعني كل هالملفات دفعوا واحدة خذوا الموازنة والسلسلة وعطونا قطع الحساب وقالية التعينات ما لازم نستغرب هي هيك الأمور لسبب بسيط لسبب بسيط خلينا نرجع نحن العهد صروا منطلق سبعة منتشهور فعليا سبع شهور نعم طيب قبل الانتخابات الرئاسية كان هناك حوار قائم داعي إلو دولة الرئيس بالرئيس والهدف منه أنه أن نتوصل إلى تسوية لبنانية بانتخاب رئيس الجمهورية وحكومة وحكومة وأنون انتخابات تعثرت التسوية وحصلت انتخابات الرئاسة نعم أخذ الأمر سبعة شهر إلى أن اكتملت السلة اللي كان يعبر عنها الرئيس برية من انتخاب رئيس جمهورية وحكومة وأنون انتخاب أصبح اليوم صار في تسوية جديدة حصلت بين كل الفرقاء السياسيين ولهذا السبب فخامة الرئيس دعا للاجتماع عنده ببعب ده ليقول أنه هيده محطة فصل ما بين ما كان سابقا وما بعد التفاهم العام وما سيكون عليه وهو كان بده بهيدا الاجتماع يدعي لانقاذ مسيرة العهد وانقاذ الدولة بالنهاية وبده ينطلق ويعطي مؤشر أن هناك توافق وتفاهم حصل واليوم الحكومة بده تنطلق من جديد من الطبيعي لما بده تنطلق أنه اوكي طبعا فيه لأنه فيه فراغات فيه تعينات فيه عندك سلك الدبلوماسي بحاجة لتشكيلات عندك طب هلأ الموضوع التعينات رح ناجيله لاحقا بس لأخذ بريك واختصر هذا القسم أنه بتقدر تقول أنه الأسبوع المقبل سلسلة الرتب ورواتب ستسطر الموازنة على الطريق المجلس سيد نفسه الرئيس بري مؤيد وبشدة لإقرار السلسلة وكتلته يلي هي كتلة حركة أمل كتلة التنمية والتحرير وهناك كتل أخرى مؤيدة ومؤيدة بشدة لإقرار السلسلة ولكن يبقى المجلس النيابي سيد نفسه يعني الموازنة مفصولة موازنة أو السلسلة اللي أنا عم يقولك يا أنه الموازنة ما في شك بأنها على سكة الإقرار عم نحكي على السلسلة هل الحكومة طلبت سحب السلسلة بالإمكان تبنيها من قبل بعض النواب أو بعض الكتل باقتراح قانون معجل مكرر وبتالي إقراره يعني بيصير المخرج بساعتها بهاي الجلسة إذا رئيس الحكومة أو الحكومة تطلب استرداد السلسلة لسبب ما ما بيقدر رئيش المجلس إلا يستجيب لطلب الحكومة اليوم إذا بدون يتأخروا بيقدروا يرجعوا النواب طبيعي النواب يرجعوا بيعملوها كأنون بيقدموها كاقتراح أنون وما بتصور أنه هيدا فيه مصلحة سواء لصاحب الطلب أو للحكومة المطلوب نحن أمام مرحلة مطلوب فيها قرارات جريئة لأنها قرارات إنقاذية بكل معنى الكلمة للدولة اليوم الأداء مطلوب تحسينه من الدولة من الحكومة بشكل أساسي هذا الأداء مطلوب أن يتحسن لسبب بسيط لأنه أهم ثقة اليوم عليها الدولي أن تستعيد الثقة الشعبية نعم رح ناخد فاصل لنشوف الأمن شو وضعه مع قرب الحديث عن معركة عرسال أو ما سيجري بعرسال وعلى حدوده بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا